سياسياً دعا رئيس لبناني ميشيل عون خلال اجتماع أمني عقد في القصر الجمهوري في بعبدة إلى التمييز بين المتظاهرين السلميين والذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات وتقرر خلال الاجتماع حماية المتظاهرين السلميين في كل مناطق التظاهر وحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق إجراءات ستتخذها الأجهزة الأمنية بإضافة إلى ردع المجموعات المندسة التي توافرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات عنها وتنصيق مع القضاء لتطبيق القوانين المرعية للإجراء من جهته دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري إلى وقف هدر الوقت وتشكيل حكومة تتحمل المسئولية معتبرا أن الاستمرار بدوامة الأمن بمواجهة الناس تعني مراوحة الأزمة أقال الحريري في سلسلة تغريدات أن القوى الأمنية والجيش يتوليان مسؤوليتهما في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلية وهما يتحملان يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية مؤكدا أن حكومته استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل الحكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزراء